ينضم إلينا من إسطنبول رئيس دائرة الأعلام في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان أهلا بك أستاذ أحمد الآن ترد روسيا كما نرى في هذه الأخبار العاجلة الواردة من موسكو بأن على المزاعم تحديدا ما قاله وزير الخارجية البريطاني بأن موسكو والنظام لم يسمح لمنظمة حضر الأسلحة الكيميوية بالدخول إلى دومة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميوية هناك يرد الكريملين بأنه ينتظر إذنا من الأمم المتحدة لماذا الأمم المتحدة لم تعطي هذا الإذن حتى الآن برأيكم يعني أعتقد أن ما يقوله الكريملين ليس صحيحا ولا دقيق الفعلي ما جرى فعليا الآن أن القوات الروسية التي تسيطر على دومة بالتعاون مع الميليشيا الإيرانية منعت فريق المحققين من الوصول إلى المكان الرئيسي الذي حدثت فيه الجريمة جريمة قصف الكيماوي بمعنى آخر هناك مدنيين أطفال ونساء قتلوا داخل المناجئ هذه المناطق منع المحققون من الوصول إليها النقطة الثانية وهي خطرة أن القوات الروسية والميليشيات الإيرانية أحضرت أشخاصا من دومة غادروا دومة قبل السابع من الشهر الجاري أي قبل حدوث متزرة الكيماوي وعرضوهم على المفتشين على أنهم هم أشخاص كانوا في المنطقة لكي يتم فحصهم ويتبين أنه لا توجد أي أثار عليهم باستخدام الكيماوي بينما يمنعونهم من الوصول إلى الأشخاص الحقيقيين هناك ألف شخص تقريبا أصيبوا باستخدام الغاز الكيماوي عدا عن الشهداء وبالتالي يمنعونهم من الوصول إليهم يمنعوهم من الوصول إلى جثث وجثامين الأشخاص الذين دفنوا بعد أن توفوا نتيجة الكيماوي هذه هي الطريقة التي يجب أن يتم فيها التحقيق الكريمليم فعليا يمنع فريق المحققين من الوصول إلى الأدلة ألف حقيقية وحتى الآن هو يتذرع بهذه الذرائع لكي يمنع من سير التحقيق بشكل صحيح اليوم الاتحاد الأوروبي الذي يلتأم في لوكسنبورغ طالب بإحالة ملف ما يحدث في سوريا إلى الجنائية الدولية هذه المطالبة حقيقة ليست بالجديدة هل تعتبرون بأن اليوم يمكن أن تكون مثمرة أكثر وسط الظروف والمعطيات الجديدة بلا أدنجك هذه نقطة في غاية الأهمية هذا الملف يجب أن يعامل ليس فقط عبر إجراءات فورية عبر مجلس الأمن أو خارج مجلس الأمن يجب أن يتم إحالة هذا الملف وغيره أيضا من ملفات جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك مسؤولية الأشخاص في السلطة في النظام الذين يتولون إعطاء الأوامر أو تنفيذ هذه الأوامر على الأرض ولو فتح هذا الأمر في عام 2013 في تاريخ استخدام الكيماوي في الغطة الشرقية ربما لوفرنا ألاف الضحايا الذين سقطوا بعد ذلك نتيجة الاستخدام المتكرر لأسلحة التدمير الشامل وبالتالي مطلوب الآن ضغط أوروبي وضغط أيضا أمريكي من أجل إحالة هذا الملف على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ووضع حد لهذا التغول الروسي ومحاولة الصد الروسية المستمرة لعدم تحريك الملف لا عبر مجلس الأمن ولا عبر المحكمة الجنائية وأيضا تعطيل مسار التحقيق كما يجري الآن في مدينة الدول بما أنك ذكرت الآن روسيا أيضا على الصعيد الميداني هناك إجراءات عسكرية أو تعزيزات عسكرية تتخذها روسيا يعني تنقل بعض الأسلحة والمعدات إلى قاعدة حميميم برأيكم ما الهدف من هذه التعزيزات العسكرية هل هو رد على ما حدث أم أنه إجراءات احترازية لما قد يحدث يعني هناك شعور روسي إيراني بأن هذه الضربة هي ضربة مفتاحية بمعنى آخر ليست الضربة الكلية ويمكن أن يكون هناك تتابع لهذه الضربات كما تحدث اليوم وزير الخارجية البريطاني الذي قال بأن الحرب مستمرة بمعنى آخر حالة الاشتباك مستمرة واليوم إيران قامت بنشر منظومة الدفاع الصاروخي لديها في شرق إيران لشعورها بوجود خطر حقيقي وبالتالي أيضا لدى الروس الاعتقاد بأنهم أمام خيارين إما أن يستجيبوا للمطالب الدولية ومطالب التحالف الدولي وهي واضحة بالنسبة لهم أو أنهم يختاروا الطريق الآخر وهو طريق التصعيد والاستدامة العسكري شيئا فشيئا وبالتالي كل التحسبات يجب أن تكون مفتوحة القوة التي حشدت الآن في المنطقة أثناء هذه الضربة ما زالت موجودة وربما تزداد كثافة ولا تقل وبالتالي المؤشرات لا يمكن الاتكاع على أنها بدأت بالتراجع ربما تتجه نحو الاستمرار والتصعيد أيضا بحديثنا عن كل المواقف الدولية الجديدة هناك موقف للولايات المتحدة على لسان نيكي هيلي أعلنت بأن الولايات المتحدة ستقر اليوم عقوبات جديدة على روسيا برأيكم هل ستردع هذه العقوبات روسيا أو لنقل بأحسن الأحوال هل ستغير موقفها أو طريقة تعاطيها مع الأزمة السورية وتجبرها والنظام على العودة إلى طاولة المفاوضات يعني كل من يتابع حقيقة الوضع الروسي والموقف الروسي يدرك أن روسيا تعاني من فشل في إدارة الأزمات فشل يمكن أن نصفه بأنه فشل استراتيجي هي غير قادرة في مجلس الأمن على أن تحشد أصدقاء وبالتالي تسير أي قرار لديها آلية وحيدة للتعاطي هي استخدام الفيتو لإحباط القرارات أيضا على المستوى الميداني بدأ أنها ليس لديها حلفاء سوى إيران لم تستطع أن تحرك أي صاروخ لمقاومة الهجوم الغربي على النظام لم تستطع أن تدافع عن النظام إذا لديها أزمة في إدارة الملف سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وأعتقد أنها يجب أن تراجع الآن موقفها لكي لا تتعرض لمزيد من النكسات التي يمكن أن توصف بأنها نكسات استراتيجية من ضمن هذه الضغوط الاقتصادية وتستطيع روسيا أن تجعل بيدها مفتاح الحل وليس مفتاح الأزمة وتذهب الآن إلى جينيف لكي تعود إلى عملية التفاوض وتدفع بجهة الانتقال السياسي وبالتالي يمكن أن يحصل نوع من التوافق الدولي في إحلال السلام والاستقرار في سوريا شكرا جزيلا لك رئيس دائرة الأعلام في الاتلاف الوطني السوري أحمد رمضان حدثتنا من اسطنبول شكرا لك